موسيقى 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 في التكوين والاستاذ ايضا استاذ في المعهد اهتمامتك اكثر وين تمشي? توفيق العيب للتمثيل للاخراج المسرحي للتكوين وين تحس روحك تمشي اكثر تعطي وقتك اكثر فى التمثيل والتأثير هذا اكثر مجال ترتاح فيه ونحس روحي منها نعطي فيه الاضافة بنصير ممثل انا تكويني بالاساس كين مثل سواء في المسرح والا في التلزل في السينما هذي كمان هالشيختي الكبيرة. اما عطيت اكثر وقت للتاكوين والتاكوين والتاكوين. هذك اللي خليك اليوم عندك فضاء بي اكتر. بي اكتر ستوديو. بي اكتر ستوديو. هكا في المنار الهبيد اللي تحب تلتحك. اه. وهذا اللي خليك ما نشوفوكش في حتى عمل درامي في زوز مواسم هذن. يعني اهتمامك غطستك مع التاكوين هي اللي خليتك ما تكونش موجود. اختيار منك توفيق العالم. هو مش بالضرورة اختيار لا يا شاكر احيانا ما يعيتو لكش كما عيتو لكش فبالتالي تكتفي بالمسرح. اه. وبالتكوين وتقول زادة وتقول بعد ما تشاهد الاعمال وكل شيء تقول احسن انه ما عيتو ليش. الحمد لله. الحمد لله. لها الدرجة العمال ما راقد لكش. ايه. معنى همانين في المئة من الاعمال معنىها بالنسبة لاي انا لا ترتقي اني انا بش نكون موجود فيها. تحكي على السناء ولا عم ناول? نحكي على عم ناول ونحكي على السناء. يعني اه كي تقول ثمانين من المئة من الاعمال لا ترتقي اني نكون موجود فيها. يعني نفهم كلمك انها اعمال ما هيش بالقيمة. وبالمضمون. اللي بالحق تستحق انه يكون فيها توافق العيب معنى. حرقة بتبريدش تكون موجود فيها. لا 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 حرقة لا. هو الحمد لله انه ثم مسلسل اسمه حرقة. مم. وفما كان يا ما كانش. اعمال محترمة تجارب اه باهية وكي ما قلت لك منها توجدت هي باش على الاقل هيك نقصت علينا كل الوطأة الخيبة الامل اللي تشوفها فيه اعمال الاخرى شيء. خيبة الامل فين? طيب انتش خليت عندك حرقة وكي ما كانش. شنون الاعمال اللي ما ترتقيش اه انه توافيق العيب يكون موجود فيها? براقة? ما 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 نعرفش انا شوف اي طبعا انا ما 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 نجمش انه نكون اه في مسلسلات كي من هكا. كي ما براقة وفوندل. بصراحة. رغم اللي انا ما 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 تفرجتش رانية اه سناء سناء ما تفرجتش فيهم منها براقة. وفوندو خطب ما اه اه قلت ابرتو اه انا من حقي اني نختار فاش باش نتفرج. اه اخترت اني فاش باش نتفرج في تونس وبالتالي انا نتفرج في حرقة نتفرج في كانيا ما كانش. نتفرج في الاختيار اه المسلسل المصري نتفرج في امل حربي. اه نتفرج في مسلسلات اللي فيها قصة اللي فيها بروفوندوخ. اللي اه اللي فيها فن. واللي فيها بالنسبة ليا انا كممثل. وكامتفرج اه عندو حد ادنى متع تفكير ووعي كل شي وما يستبهلونيش. اه 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 حاجة تقدم بي واتطورني انا كممثل وكمواتن زيتا اه انحس فيما حاجة. زوز اعمالي ذات اعتبرها انتي تستبله في المواطن. لا ما نعرفش انا قلتك ما تفرج فيها. هكا حكمت عليها ما انت قلت يا انا. يا قلتك ما تفرج انما. اه اه. اه. اتفرج باختيار اختيار مبني على حكم. اي. اي. حكم قيمي. من يعني كنتفرج من الاول نهار في رمضان. اه. اه. تعرف البير وغطا. فبالتالي انا حاجتك من هكا ما تستهوينيش اني باش نشاهدها. كما اخدك ما تقدمش بيا ما تقدمش بيا. فيش توفي خمنا خنا نقدم معك شو. اي. مشكلتنا في تونس شاكر. انا ثماش الناس تكتب سيناريو. دي كان فما فما واحد زوز ثلاثة. هذو اللي نعرفوهم احنا. لكن اكيد هما ثم برشة اما. اه. ما ما نعرفش عليش ما. لانو فما برشة. اه. عنا في تونس المخرج ولا يحب هو مخرج ممثل ومنتج وكاتب سيناريو. يه. فما اختصاص. فما اختصاص. فما اختصاص باش تكون مخرج سينماء يلزمك تكون عامل سينما. باش تكون كاتب سينيريستي يلزمك تكون. يه. يعني لا تعتبر بفنسني في اهم المخرج سينماء. ها هو مش مخرج سينمائي. حد الان ما هنزال ما عملش سينما. مخرج د رامي. لا تعتبروا مخرج درامي. انا عارفش انا عارفش اه عادي شوف الاخراج اي واحدة ينجم يعمل اخراج يبدأ عندك شافو باهي احنا نعرف وبالقدارة وفمت ما هذي اجيب شافو باهي وعندك ممثلين باهين اكي افار يقول وعمل لي هكا وعمل لي هكا وذك هوا ديك هي انا سيا بخيتو. دون كنتي ما بنسبل كنتي ما تعتبروش مخرج اه درامي. لا يعرفش. لا لا انا ما نقول حد شيء. لم نقول حد شيء ما عارش انا. ماذا محكمتا في قلعي? لا لا محكمتش. لا لا قلتك محكمتش قلت لك انا قلت لك انا نختار فاش نتفرج وذك هوا في متا? انا نختار فاش نتفرج. انا نحب نحلل معاك قومس اه العمل الموسمين الموثلين. من رمضان رمضان الممثلين اه نشوفهم يخدموا. لكن في باقية العام مسلا مايش عمل. انتي ربما حسب رايك شنو البدائل اللي ازم يمشوا فيها الممثلين حتى يجنبوا المستنين يا هذي. انتي عندك مشكلة هذي مكون مؤطر استاذ. لكن غيرك من زملائك. احكي على سيستام كامل. هل عمل الموسم الممثلين هذي? هذي مشكلة المشاكل في تنوس خاصة للممثلين اللي معناها هي المهنة الوحيدة. السورس الوحيدة لهم. السورس الوحيدة. معناها انهم يمثلوا تبقاكي ما قلت انتي مسلسل زوس اه. وهذاك عليش اه سيدوماج خسارة انه في مبرشة ممثلين يتنازلوا باش يمثلوا في مسلسلات. معناها لا ترتقي. انا انا نشوف ماذاك عليش. وما نقول نعذرهم احيانا واحيانا ما تعذرهمش. خاطر تقول ديما خاطر. اه الفن رسالة. الفن رسالة وانتي كفنان اذا كانك. معناها بالحق تؤمن بالفن اللي تعمل فيه. وتؤمن كونه يلزم فيما حد ادنى يكون مضمون للمتفرج ومتستبلهوش. ما تقبلش انك تتخدم في اعمال اه ما اناها تسي. ميبون. الواقع اه شيء اخر. كيف مش كون تراهن وممثل مثلا ذي قيمة. فما ناس الشوش. لا 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 هي مربوطة بالمال ما انا هي الحكاية. الممثلين الكل تحية لهم ساعة. تحية للممثلين الكل في المسلسلة الكل. باراءة بالفون دو بالكل. تحية للممثلين الكل. ما كيما قد تكفموا ممثلين الغالب. الواقع المعيشي يقلد عليهم. لكن فما ممثلين اخرين اللي وضعيتهم مريحة مدين. فبالتالي يقول عليش انا الفايدة في الظهور. هذي اختيارات. الدنيا اختيارات. مش كون تراهن الممثلين اليوم اه ما حقوش يكون في مسلسلات اه معنا عنده قيمة ومش. ما تحبش تتسامل. لا لا. فاتحية تحية ليه. كل عام موجود. اشوف. من حقوش يكون موجود كل عام وفتحي ممثل وممثلين عنه. في تونس مش فتحي بارك. ممثلين برش. اه. لكن ما هي هي شوف. اه البلاد هذه ما هي كما تغيفها الفساد في جميع المجالات والنوبيات اللي تتحكم في برش اشياء. الفن هو كيف كيف. منها كيتلقى انتي مثلا اه المستشهرين تسعين في الميام المستشهرين يمشيوا للقناة هذي كبارك. فبالتالي اه سي نورمال. اه اه شنو الحل حسب رأيك انتي توا معناها معناها الحل الهل المعضلة هذي. معظلة العمل الموسمي اللي تخلي الممثلين اليوم يتلزوا. اه. بش يختاره ساعات اه ادوار ما تليقش بهم. اللي هي بش تبقى هالمعضلة هذي خطر. بهم يلزم من ناحية فما ارادة سياسية. احنا الارادة السياسية في البلاد هذي اللي بش تحرك شوية مفقودة حاليا في الوضع اللي تعيش فيه البلاد والما حد شي ما هو واضح فلو كل شي منها. فبالتالي بش تبقى الدار اللقمان على حاليا. اه. المسرح نجم يكون بديل. المسرح هو بديل وموجود والمسرح اكيد. خطر المسرح. اه. حاجة حاجة اخرى. اه. لانه التلفزة والاعمال الدرامية يتطلب مليارات وفلوس وكل شيء. اه. من ناحية اه. والمسرح يبقى للممثلين اللي تحب اللي. اه. اللي تحب الحق تقدم فن به. لانه ربما لانه هو قعد اه. النافذة الوحيدة اللي ربما انه. اه. هل يكون الحل للموضع اللي حكينا فيها? هذي هذي. المسرح? لا. اه. اين المسرح? حل التواجد الموسمي اللي الممثلين هذا. حل كيفاش معناها تقصد ماديا معناها المسرح انه بش يكون حل. يمشي للمسرح. يشتغل في المسرح? اي لكن المسرح ما فيهش اه ما فيهش اه مسوار وفلوس كبيرة. المسرح نونك فيها حاجة اخرى فيه نكهة اخرى. اما الفلوس ما ما فيهوش. اذاك عليش الناس تحب التلفزة لانه من المفروض هي التلفزة والسينما هي اللي فيها فلوس. ثم ممثلين قاعدين يمشيوا الى اه افكار اخرى. الى مواقع التواصل الاجتماعي. يخدموا طلقهم في الانستجرام. يخدموا في اه. مش ممثلين هيدا. تعتبروا مش ممثلين. ما همش ممثلين. فماش حتم. فما ناس دي يشتغلوا في الانستجرام. سميهم لزانستجراميوز. دونك هم ولاو ياخذوا منهم وياخذوا فيهم وكل شي. ما انا هفمت. دونك اه. الناس هيدم دخولوا من الميدانة شو رايك فيه. توفيق العيب. انا مانيش ضد حتى واحد. لانه هو ينجم يكون الانسان موهوب في التنفيه الكوشي. اما يلزمهم تأثير وتكوين. يلزمهم تكوين وتأثير. لانه نعطيك انا مثال. اه في السنة الفارتة انا وقعت دعوتي من طرف المخرجة تحية لها سوسا نجمني. باش نعمل لها انا. نكون تشيلها الممثلين الجدد لولاد الصغار. اللي مثلوا في الفوندو الجزء الاول عم ناول. والكوب اللي متاع فاطمة برتقيس ونور الزيتوني. مهم. وبديت وقعت نكون فيهم وكل شي. اه دونك لقيت صعوبة كبيرة مع فاطمة برتقيس. هي لقيتها اه اكيد الكاستينج وقت لا مشيت انا منها. مختارة. مختارة. هي والفريق الكامل متاع الممثلين. وبديت نشتغل معهم. تطلب برشة خدمة فاطمة. تطلب برشة خدمة. وبديت صورت المشهد الاول. مهم. في الفوندو. بعد ما صورت المشهد الاول في الليل تكلمني سوسنجمني. اللي حكيه هذي باش نقولها اول مرة ما يعرفها حتى حد فاطمة ما في بالهاش بها ما تعرفش. مهم. كلمتني سوسن قتلي توفيق معاتش تكوتش فاطمة برتقيس. راني باش نخرجوها راني باش نبطلوها رايسي باسا راي ما عطت حد شي. مهم. قتلي تو اخدم مع الولاد الصغار حتى نشوفو نلقاوا بديل الفاطمة. وفاطمة هي ديشاء خايدنا وحافظ السيناريو. مهم. وفي الريبيتسيون يومية تحضر كل شي. ففركس وهي وقتها ديشاء سوسن بدات في التصوير. مهم. غسرها الوقت ملقاوش. اه يعني اه اه. تلزو انو. يكملو به. اه رجعت فاطمة في بالهاش هي. وقتل فك الجمعة ليانا معي تطلهاش كل شي. وتنكلم في بعضنا تقول نقولها لا طو فل مهمو. اه ما قاعد نبرف مع الولاد الاخرين مانا هادونك. اه ما فهم بعدها ما القاه روحها مقدام الامر الوعقة وخباتها وكل شي. ومبعدها في في القناة وقتلها تخور شنو. اه هي يسمع كلي واحد يغني وجناح ويرد عليه. اه وتولي مش معناها انا اه تنجم تكون مشروع مماثلة بها ما يلزمها التكوين وتأثير. باي اه اليوم فاطمة موجودة في زوز اعمال. فوندو وبارقة كيفاش تقيم في باقي في. ما تفرشتش ما تفرش. ما تفرشت جبلة. ما تفرش. ما تفرشت خطر ما يقدمش بيا. ما نعام ناول به. اللي تفرشت عليه من عام ناول. هل. ما فما الضعف فما الضعف. منها العشرين حلقة انت عام ناول كانوا نجم يكون تلي فيلم متاع حلقة. وذك ها لا تعتبرها اه اداءها اداء ممثلة. شكون. فطل ما ذيل. لا انا حكيت سيناريو. اه سيناريو. حلقة متاع عام ناول انا ظهرت لما كاني نجم يكون تلي فيلم وذك هاو موش متاع عشرين حلقة. فعتبر انه المفهوم الجديد هذه اللي نجومية بالانستغرام يذر لأعمال الدرامية ولا يم. ولا ليه عندك رأي اخر توفيق. بحي اعمال درامية بين ظفرين اعمال درامية. كما قلت لك انا الاعمال درامية يلزمك تفرز وحدك. والناس الفاهمة تفهم انا هي العمل الدرامي. اللي صح عليه العمل الدرامية. طيو هي شوف اه شوف كيما اه ولا فهمة في في وفي البرامج طيو البرز تخلى للأعمال الدرامية. طفيق العيب لا يفكر في واحد من اعمال المسرحية انه يجيب حد من الانستغرام ايه ايه يحطه. يا المسرح لا لا المسرح يلزموا مسرحيين. يلزموا الناس اه اه يلزموا ولاد المسرح. اقول للمسرح الناس اللي اه متكونة بمعنى متكونة متكونة وتعرف شو معنى هالمسرح وكتشي ومجيوهش المسرح هذا. خاطر الناس هاده متلوج كان اه في الشهرة بين قوسين خاطر. سريع. اه ولا ولوجه في الفلوس والشهرة. والشهرة في البلاد هذي هي حاجة نسبية ومعندها حتى معنى وتضحك لانه لا فهمة لنجومية لا فهمة شهرة في في بلاد فيها تعتبرش روحك نجم توفيق العيب اليوم انتي تعتبرش روحك نجم. لا 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 فهمة يا شيك. بخطر تلفزة تدخل للديار الكل دونك شوك في شارع اهلة قدور والاهلة كذا وذيك هي وتبقى ديما عندهم شخصية بارك زادة. الشخصية قدور ليس كمعاك. هاذك هاو وش افهمت. كل كل ممثل في تونس تشهرة في شهرة يبقى هو في شارع وذيك هاو. ام حكي يا فارح بمعنى فماش النجومية اللي الواحد يتمحلها انه. ما هي النجومية؟ النجومية بالنسبة لها النجومية العالمية. هاذك هي الواحد اذي كان يحب يتمحلها. ام. فمت انك تكون نجم هاذك عليش تقول لك فماش نجومية لا في تونس ولا في العالم العربي. طبعا عاد الامام نجم. نجم ولا مش نجمة. نجم. اي نجم يعبط يمشي في هوليوود ولا يمشي في باريس ما يعرف واحد. ما لا يعتبر النجم السبريكينتي بالمعايير العالمية. ايب طبعا. طبعا. مم. الباتشينو يهبط في الصين تعرفو. يهبط في اي دولة في العالم الناس تعرفو. هكا ولا? واضح. هذي كهية النظمية بالنسبة لها. انت حكيت على نقطة التكوين توفيق العيب. اه انها بنرجع معك للتكوين اللي عم له توفيق العيب. دار الثقافة كنت قبل داركم. دار الثقافة دار الشعب. اي دار الشعب. دار الشعب. اي دار الشعب. اي. تتفرج في مسرحية في دار الثقافة اسمها كانت تشخر زياد بف. كانت تشخر زياد بف. اي. اي. او عمر كاربعوش نزناب. صحيح. يدور لي وقتها من وقتها ابداع الاعجاب بالمسرحة باسم التوفيق العاية. هو من وقتها وقبل شوية. قبل شوية كيفاش? لانه انا اه كما قلت لك ده انا مقابل لدار الثقافة. فبالتالي جينا كانت في اه في وقتها فترة الثقافة وقتها في في عهد الشادلي القليبي الله يا رحمه كل شي. وكانت الفرق القارة يا شاكر. الفرق القارة بالقيروان بالمهدية السفاقس اه الكاف اه كانوا يدوروا في اطار البرمجة بما يسمى برمجة قومية للعروض ويدوروا في دار. دونك في اي مسرحية. يدور بساطة بك الكراب هذيك اللي. اه في البوق ويبدأ يعرفوا باليزاكتيفتي بتاعهم. فكنت متفرج برشا في المسرحيات هذم وكان يبهرني كالعالم هذك متاع المسرح وال. اه. الكودفودر بجاء بداية من المسرحيات كان تشخر زياد بف. ولا لان هذكا مسرحية عملتها جمعية هاوية في القصيبة. فتكونت هي تكونت الجمعية في عامتها تكونت جمعية المسرح في القصيبة وعملها المسرحية هذي اول انتاج اللي هم هي. وقت اللي مشيت. عجبتني المسرحية هكا مسرحية بالنسبة لنا زيادة. انه القصيبة تعمل عمل كمان هكا ويضحك و. تتفكر موضوع المسرحية بقدير. اه نذكر شوية هي على آآ آآ في فترة الاستعمار. ايه. شي اسمه. المعمر. حاجة كمان هكا. اه. 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 فمشيت كلمت آآ آآ تحية ليه والله يا رحمه سامي الرياني هو عنصر قار في الفرقة. سامي قلت له نحب ندخل. دخلني هو اللي كان خطر هو ما قالوا لها صغير وكل شيء قال لهم لها صغير وحاشتنا احنا صغار باش نكونوا صغار وكل شيء. ودخلت و وشاركت مع العمل الثاني متاحهم وكل شيء ووليت نخدم في. ومن وقتها بدت رحلتك. ومن وقتها بدت رحلتي انا نقرأ وقتها في المعهد الثانوي بالمستير لسه تكنيك متاع المستير. بعدين كيغذيت البكالوريا دونك قلت باش نخلي المسرح هواية. مشيت قريت انجليزية في في منوبة. عملت عامين انجليزية. بعدها خطر لكي جيت لتونس لهنا دخلت للمسرح الوطني وشاركت في اول عمل محترف مع مونجي بمبراهيم تحية ليه في مسرحية وكر النصور اللي تعملت عام سبعة وثمانين. ووقتها قلت يا لا لا يلزمني نمشي نقرأ المسرح. وعملت اعادة توجيه ودخلت للمعهد العالي لفن المسرحي. لو ما جيتش دار الثقافة هذي مقابل داركم هل كنا نشوفه بعد ربعين سنة ممثل ومخرج ومؤثر اسمه توفيق العيب؟ صحيح ما نعرفش وربما لا صحيح ربما لا بالحق لانه دار الثقافة كان عامل اساسي انه كنت انا نتفرج برشة في السينما وفي المسرحيات اللي كانت تجيه دار الثقافة في القسابة. عليش سألتك السؤالة دي على خاطر كما قلت انت كان ثمان مشاريع لوزارة الثقافة. انه يكون متكونش مركزية نشاطات الثقافية. دور الثقافة الموجودة في كل آآ بلاد وفي الحوم ساعة تلقى آآ آآ معناها النوادي بغياب النوادي هذه ربما هي موجودة بصفة معناها غلينا نقوله آآ ماديا حيوط لكن بغياب دور هذي النوادي طوفيق العيب شنو قاعد يصير للشباب تاو؟ آآ فاش شباب تاو قاعد من هالشارع هولي يجب فيه وحاجات اخرى مختيرة معناها انا نقري معناها في آآ لك والشي اللي نشوفوه آآ قدام من هال المدارس الاعدادية الشي منها اختير لانه ما عادش فيما تأثير ما عادش دور الثقافة هذي آآ آآ انها تأثر وتستقطب هال آآ علي شنو شنو اللي اللي خلي دورها يتراجع بالطريقة هذي ما عارف ش تقول انت الدولة هزت يديها فهمت؟ يعني كتسأل اي فنان كيف كنتي ولا غيرك يقول لك انا خرجت من نوادي الثقافة من نوادي السينما انا كنت صغير كنت نمشي كان بحدها محمد المغراوي مدور التصوير آآ آآ في حومت وفي رود مرسايا كان ثم نوادي السينما وكان ثم قاعات السينما ثم قاعات السينما ما ham正 بدي خراته وكل ممثل من الجيل بتاعكم يقول لي كنتينCar ya two great game هزهم هم هم ولي الليالي اللي اعلموني فش موني صار؟ vow موني صار معه الآآ معه التكنولوجيا اللي قاعدة تاكل في الـ آآ تاكل في كل شي قاعدة وعوامل اخرى الزداءل لانه زداءل وكان هناك هال دور الثقافة هذي خطر كتودخل لدور الثقافة شي يحزن منها يا شيكر منها ابدأ من الحيوت والميزانية متاحها تتحشم ان تلقى دار الثقافة ميزانيتها سبعة ملين في العام مش نبش تنجم كيفش تنجم تعمل تظاهرات وتجيب مثلا ومهيش مغرية اصبحت للشباب ومهيش مغرية مهيش مغرية بالفعل انتي قعد تقريبا عشر سنين في مسرح الهويت عشر سنوات من جماعة القصيبة حتى العام ستة وثمانين من جماعة القصيبة للمعهد العالي الفن المسرحي في اخر الثمانينات هكاكة اي اي ومن مشاهدة بديت مشاهد ثم هاوي ثم محترف هالتطور هذا توفيق الععيب كيفش عشته من مشاهد الى هاوي الى محترف حتى اللي يسمع فيك ربما تكررهم باكتر الناس اللي عندك في 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 السنتر فيهب ويعرفو دونك بديت مشاهد والمشاهدة ذاك نبقى الى منها حياتنا كاملة مشاهدين لانه هي المشاهدة بتبعتها داخل شكل كبير في التكوين التكوين بالاساس زادة في المشاهدة اللي انتي تشاهدها بعد كما قطلك بعد المشاهدة والممارسة في المسرح الهاوي زادة اللي هو اساسي نعتبره انا اتعديت كيفش اساسي اه اه تجربة الهواية فاش نجم تنفع الممثل المحترف مبعده في كاريرو اه بماذا تسمح اه تسمح له ساعة انه اه اعرف اه مبادئ اولى متاع المسرح ختم شابه غرام هو اه اه ومسرح الهواية ما انها اه الناس تعرف اه لانه ما هوش احتراف فبالتالي الناس تندفع تعرف كلي نجيبوا كوستيومنا من عنا نجيبوا نصرفوا من عنا اصلا تلموا منها اه اه وخاصة اه والناس كل تلقاها متكاتفة ونحبوا نكتشفوا عالم من زنا ما نعرفوهش اه ونثبت انا في المسرح القصيبة وقتها كنا نحبوا نجيبوا انسان منها محترف ومعناش الامكانيات باش نجيبوا ودعون كنا حسيلوا فا اه وحدنا نحبوا نتطوروا وحد كيفاش تقيم انت توفيق العيب كفنان ومؤثر اليوم مسرح الهواية في تونس هالسنوات هذي على اقل بعد الثورة والله فما تجارب ياسر مزيانة فما 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 اه اه معناها المسرح يبقى دي ما تلقى فما اه لانه شنو لانه هما الحاجة الباهية في تونس انه فما برشة معناها فرق وجمعيات للمسرح الهاوي كما زده فما برشة شركات انتاج خاصة تحية لجمعيتي جمعية البعث المسرح في المستير طبعا طبعا تحية للبعث المسرحي تجربة هذي تجربة مصرح الهات في تونس هل قاعدة تتطور ولا لا قاعدة تعمل في اه ديباو ناريير على مستوى الانتاجات قاعدة تتطور لكن اه مثلا مهاش قاعدة تتطور من ناحية اخرى فاش من ناحية مثلا انه اه كيما مهرجان قربة طبعا باش ناخو مهرجان قربة كمثال اشعاعوا كان في السنوات الثمانين الى حد ربما سنوات بداية التسعينات كان مشاعب شي غريب مسرح الجامع في المستير والمسرح الجامع في المستير المهرجانات هذي في العشرة سنين هذي كيما برشة مهرجانات كيما كيما ايام كرتاج المسرحية فهمت قاعدة في في نزول ما نهموش انه التجربة المسرحية قاعدة تنزل لكن المهرجانات اللي باش تخلي تزيد تعطي اشعاع للتجارب هذي هي اللي قاعدة تخفت بالضبط مادي وفي اطار خي ضم هال هالعشر سنين هذي السوداء اللي عاشتها تونس ربما هالمهم انه في طريق كل فنان وممثل يزم يكون ثم شخص يتأثر به ويعطيه معناها اللابوي اه توفيق العايب عام اثنين وتسعين يعمل لقاء مهم جدا مع ازدين جلون مع ازدين جلون اه اه كان بصدفة في دورة تكوينية ذولي مع محمد دريس كان اه اه كنت انا وقتها مع الفنان محمد دريس تحية ليه تحية اه كنت نخدم معه في مسرحية دونجيون اه والمسرح الوطني وقت اعمل دورة تكوينية للشبان العرب شاركوا فيها شبان من الدول العربية وكانوا زوز مؤترين الله يرحمهم الاثنين المرحوم عزدين جلون والمرحوم الرذى دريرة على الحمد فجيت انا في المجموعة اللي فيها عزدين جلون كان يعنى برشو مسرح وتعني الدورات تكوينية دروب كانت ديما موجودة صحية صحية دربت فيها الحقيقة صحية اه اه لقاك في عزدين جلون كان بصدفة في الدورة هذي بصدفة في الدورة هذي عرفني في دورة هذي عز دين. حكيني كوليس لقاء. اه كوليس اللقاء مبعدين منها بعد ما عملت الدورة هذي واكتشفني عز دين واه وعجبته بارشة منها كنت انا في المجموعة متاعه كنت انا التونسي الوحيد واللي كانوا معانا من مصر ومن البحرين ومن الامارات وقدمنا منها منستغاسيون في اخر الفمت فقالي اكتشفتك منها فمت حاسي لو مشات على روح الحكاية هبطت انا عام ثلاثة وتسعين نقري في المتلوي نقري في المتلوي قعت مقرية ثلاثة وتسعين اربعة وتسعين بعيد على تونس في خمسة وتسعين تتصل بي الفنانة ليلى طوبال قتلي توفيقت نجمت هبت لتونس رهو عز دين حاجته بك فهبطت لتونس اهي ثمت لقيت عز دين في في الحامرة في مسرح الحامرة في نهج الجزيرة قال لي عندي عمل اسمه طيور الليل ونحبك تكون موجود فيه اه 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 قلت وراني قري في المتلوي من نجمش نكون حاضر معاك على طول في الريبيتسيون قال لي مش مشكلة معنا هالنجم حاسي لو ولقيت اتفاق انا مع مديري في المعهد الفني المتلوي اه وبدأت الرحلة مع عز دين جانون في مسرحية طيور الليل عام ستة وتسعين كانت البداية شو اللي تعلمت منه عز دين جانون اه اه اللي تعلمت منه بالاساس ادارة الممثل عز دين جانون ما نهى انسان اه في ادارة وتكوين الممثل حاجة سيام ماتر معلم سيام ماتر اه 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 واشتغلت مع مروق العام سبع وتسعين يظل يا سبع وتسعين الحب في الخريف اللي غضيت بها جايز احسن ممثل في ايام كرتاج المسرحية سبع وتسعين اه وبعدين اشتغلت اه مع اه مسرحية نواسي عام الفين من الحاجات اللي ما تنساهمش وما واقف انت نساهمش مع عز دين جانون لانو قعدتوا سنوات مع بعضكم زدان بعض ناي من عام اه خمسة وتسعين الفين وواحد اه تقريب انا في الفين واثنين مشيت مع توفيق الجبالي اه قعدنا مبعضنا اه عملنا انا عملت معه من اه من احسن الانتاجات اللي عملتها انا في الكاريير متاعي انا مع عز دين جانون تعلمت منه برشة اه شو اللي قعد لك في مواقف انت سهيش مع عز دين جانون والله ينعش برشة برشة من عارش من من ذكرش اسمع الكورونا لا لا برشة مواقف ما تتنساش مع عز دين اه كمش كان في الخدمة اه كان صعيب كان صعيب برشة صعيب صعيب وكنا نقول لك شاكر نخدم ستة ساعات منها الافيل اه فيلاج ولا بعض ستة ساعات في في التمارين منها في بداية الانتاج ونبدأ ونفركس وكل شي باش نلقاوه الشخصية ويلزك ساعات ساعات مثلا نتذكر ستوفي حب في الخريفة ابنا فيها برشة كان فيها فرحات هنانة وفيها فاطمة الفالحي وفيها ليلى طوبال وفيها جميلة الشيحي اه كان كل مثلا خطر كل مرة يخدم معا ممثل مع زوز احيان نبدا وتعبين ويطلع مثلا فاطمة نبدا فرحانا نقول هيا مثلا ونطلع انا لاخر فرحات يبدأ فرحان خطر تلمون نتعبه اما متعب فيه اه فيه فيه كيف فيه بنا فيه لانك المسرح عنده سحر الخشبة فما سحر اخر ما انا هيخليك تنسى كل شيء انتجاهك للاخراج والتكوين كان اقتداء بعز دين جانون ولا كان هاكا قرارك الشخصي اه ثم ثم الاقتداء ثم التأثر بعز دين جانون ما ثماش تأثر اه بالنسبة الاخراج الاخراج انا جوزت حبيت نعمل هيكا اه تجربة فقط معناها فهمت خطر انا ديما نصنف روحي ممثل بالاساس الى حد الان انا ممثل بالاساس لهذا لا يمنعني اني نعمل فيه تجارب في الاخراج ما كان لك الحظ انك خدمت مع الكبارات من الاجياء المؤسسة توفيق الجبالي اه محمد ادريس اه عزدي قنون وهش محمد كوكا محمد كوكا مونجي بمبراهير ولا وهذا الجيل اذي انا احب انك رقض ذاتي توفيق العايب اه جيل متاعك هل نجح انه يخدم ويكون اجيال بنفس المبادئ وبنفس الجودة اللي تكونت بها مع الاجيال هذي ثم وثم شخصيا انا شخصيا اه لاني زد اه اه منها اضافة للتجربة وللتكوين اللي تكونتوا لانك انت زد وقتلا مثلا مع ازدي نتكون ونشوف وانا كيفاش هو يعمل في ديليكسيون متاعه اكيد هذي كانت تدخل في التجربة وتولي خبرة نكتسب منه في الخبرة سوا معه او مع الفنان توفيق الجبالي ولا مع محمد ادريس مع اني انا زد بعدين حتى مع الوزارة التربية كانت اه كنت في شابكة متاع اساذ اللي نخرجه لفرنسا مدة اربع سنوات نعملو في تكوين اه فهمت مع مخرجين في فرنسا وكل شيء هذا كان عاوني برشة في التكوين اه كان عنا التيتر متاع المكوينين المكوينين مكوينين 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 اه فبالتالي اه ولات عندي اه معناها اه الاليات الكل والتقنيات الكل متاع ادارة الممثل فمع الخبرة هذي كان مع المعلمية هذو متاع المسرح قاعد انا طوف الفضاء هذا باكتر ستوديو قاعد نحاول اني ان اه اه نكون من شاء الله قاعد اني نكون ونساهم اني باش نطلع ممثلين كيما انا. لكن فما نقتر ممكن نعيبها سيدا على جيلكم. مركزة نشاطاتكم. يعني الاجيال هذي اللي كنت نحكيك عليها اجيال اه ما عناش علاقة بالجنوب واخذيت المبادرة ومشيت عملت مصرح الجنوب ومشيت خدمت في الكيف. انتو مما يلام عليكم مركزة نشاطاتكم. يعني نتصور دوفيق العيب لو ما كانش اه تعيينه جاي في المتلوي لو ما اختارش يمشي المتلوي. اه اليوم ما ركز التكوين كيما بي اكتر وغيره في العاصمة. ما هيش موجودة في اماكن اخرى. اه. ما هي هي حتى في العاصمة وما هيش سهلة. نعم نعم هي في العاصمة وما هيش سهلة. فما بالك انك منها اه لانه فيما اشياء يلزم الدولة اه تساهم فيها. وإلا تسهلك على الاقل اه كان هي مساهمش. تسهلك. ففيق العيب بيفكر في انو بي اكتر يكون موجود في مدن اخرى. انا مثلا دي ما جيني خاصة من من الساحل من سوسة ومن سفاقش. ومن مناطق اخرى. زاد يقولوا عليش. ما عناش احنا حاجك من هكا سنتر كيما بي اكتر ستوديو موجود. وان شاء الله عليش لا. والله ان شاء الله نفكر فيها انا. نفكر في انو نحلوا فضاءات اخرى تكون تابعة باكتر ستوديو في في الجهات. في اي مكان كامل. في اي مكان من الجمهورية. انا نفكر مثلا انو اه مسرح الحمرة. مسرح كان بنية بشتيح. واعز دين جنون ردها. شنا حكيتها؟ هي في الاصل قاعد سينيما. اه اه اما بشتيح. اي 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 هان ملتوا موجودين اخي شون زليزي في في اللافينيو. هاني مسكر هاني قاعد سينيما مسكر. شنا حكيتها كيف يجي عز دين جنون ونبدلها و. والله ما نعرفش ما عنديش بالضبط. لاني انا وقت الله ما نها من قبل ما يعيط لي عز دين بش نخدم معاه في في تور الليل في عام خمسة وتسعين. اه تفرشت في الداليا يظهر لي عام واحد وتسعين ولا حاجة كمن. هكا في مسرح الحمرة وقتها اكتشفت ال اه ولا ما نعرفش كيفاش غذاوها المسرح العذوي. اه كي كان اسمه المسرح العذوي. نقول لك هكا هتتم برشة فضاءات ربما. ثم برشة. متروكة تنجم تكون فضاءات للثقافة والمسرح. بذب ثم برش. ثم برشة فضاءات. بيه. شنواصل معك في المسرح? المسرح خدمت سنوات وسنوات وكنت رافض ظهور التلفزي توفيق لهايب. متأثر توفيق جبالي بعز دين جنون. بالضبط بالضبط. بالضبط لان احنا اه كانوا القدوة متاعنا. كانوا هما معناها فهمت اه هما الرواد متاع المسرح المسرح الراقي المسرح الصحيح المسرح اللي فيه رسالة والمسرح اللي فيه فن والمسرح اللي فيه المسرح. فبالتالي بالنسبة لهم وقتها اه اه تلفزة منها حاجة اه اه في منزلة اخرى ما نعرفش مبتذلة. لأ لأ لأ. اه شنو معناها الفن المسرحي كي يخدم في التلفزي طيح من قدره بالنسبة لهم بالنسبة لهم ربما ربما اي فما استنقاسك كما انه الممثل في كي يبدأ. لا بجد ولا يقول اي خط الفكرة اي ما عرفها عن توفيق. صحيح. معرفها عند اس دين الله يرحمه. شنية هي الحكاية كلها نخدم انا في التلفزة شنو باش تضيف لي التلفزة هاتي. ما هي باش تضيف حتى شاي. وانتي معنا اخذيت الفكر هذي. وانا اخذيت الفكر هذي. رغم العروض اللي جاتك. بجات عروض والواحد صحيح. مين بعدها الانسان يتطور ويتبدل ويقول يا اخويا اذا كان انا ممثل وعندي ثقة في روحي. علاش نجموا نساهموا في اننا نبدلوا شوية المشهد الدرامي بممثلين بروح جديدة وكل شيء. وبداية هكا وبداية الفكرة عند برشة من اصدقاء. انتي اللي بدل لك فكرة كذولي. العرض اللي جايك من الياس ازرالي. الياس الله يا رحمه. هو اللي جايبك. هو اللي عيات لي المسلسل الظفائر متع الحبيب السلماني اللي كان اول مسلسل خدمت فيه انا في التلفزة التونسية. اول مسلسل عام الفين واحد. الفين واحد يظهر الفين واحد بالضبط. الحبيب المسلماني. صورناه في الجنوب. وقته معك فاتح المسلماني. اه شمال سيسي على الخميرة عبدالطيف بوعلاك. وغيرهم. اه مسلسل اللي يحكي على الثلاثينات اذو. ايه. ويونس الفارحي. انت ما كنت اه تجربة جديدة لك. اه تجربة جديدة. ترناج في التلفزة. ودور زادة ما نهمهوش اه دور. تتفكر دورك. انا ويه اللي قلي اللي بي. اه. اللي قلي اللي بي في الجماعة الميناء في الدموس. وشنو? في الدموس. اقبلت به لا لي شيء للظهور في التلفزة ولا عجبك. اقبلت كان. ما انا قلت خليني نخوذ تجربة. اه. ما خاطر زادة تبقى ديما انك عندك فكرة هي كانت عنا كيمة الفكرة ان الواحد ما يخدمش ما ما عندوش ما انه ما هي باش تقدم له حد شيء اه تلفزة اذا. من بعد اه كي بدلنا رأينا وانا شخصيا قلت خليني نخوذ تجربة جديدة. ماش نكتشف هال العالم هذا متاع الدراما التلفزية والتصوير والدنيا فا. شنو اللي يفرقوا العالم المسرح. اه. شوف هي كل اه. خاطر الناس تتغر انا حكي على اقل الشباب. يغريهم من التلفزة تغريهم اكثر من المسرح. التلفزة تغري حاليا سيرتوه الشباب متعتوى لانه ظهور لانه التلفزة هي اللي باش تعديهم للمتفرجين للناس باش وقتا لا يخرج في الشارع الناس تعرفوا. هذيك هي برا. هذيك اغراءات التلفزة راهوة. حتى ماديا ما فهمتو. ماديا ولا برشة لافز ولاو يقلبوا في الممثلين. قديش يساهم اه كونه ممثل متكون في المسرح سنوات كيمشي للتلفزة. قديش هذي يساهم ولا قديش يصعب زد روح ينجم يصعب. نجم يكون عنده لتيك متى المسرح يمشي للتلفزة. بالضبط بالضبط بالضبط. النقطة هذي مهمة لانه هو الفرق باساسا في في تقنيات اللعب من هالجو يختلف في المسرح عن قدام الكاميرا. على الكاميرا تمشي للتفاصيل متاع الوجه متاع كذا تطلب الاقتصاد في الحركة المسرح لها. فبالتالي يلزم الانسان يكون واعي كممثل اذا كان ممثل. واللي كان ناقص هو يا شاكر انه المخرجين بتاع التلزة ما كانوش يجيبوا هكا اه الناس بشي اه ادارة ممثل ما كانش فما ادارة دوه هكا شوية بدت تدخل شوية ادارة اه ممثل. فهو المسرحيين بالاساس يلقاوا السهولة اكثر من الناس اخرى. لكن فما بعض المسرحيين زدك يمشوا للتلفزة. اه يقعد اللعب متاعه مسرحي اكثر منه. والعمل العكسي طوفيق العيب. يعني الناس اللي عملت تجارب في التلفزة واكتشفت انها يلزمها تعمل اه تكوين في المسرح. شنو كيف شنو كيف تراها العمل العكسي. حاجة باهية. راها حاجة باهية في كل حلقتها. لانه المسرح هو هو الاساس. انا نشوف لانه المسرح هو الاساس. فاش هو الاساس. لما نسمعها الجملة هذي? يعني هو الاساس في التكوين باش انك يعطيك الاسس متاع وتقنيات التمثيل وكل شيء في اه في امريكا. امتي عجبتك بعد تجربة التلفزة يعني اخذيت الريتم ولا يتعم في برشة اعمال حتى انه في الفين وخمستاش خدمت تلاثة ادوار في تلاثة اعمال مختلفة. صحيح. الريتم ورا بعض. صحيح. هل شو شباش تفسر هذي? الاقبال انه هم مع التلفزة. هذي 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 كان منها قبلتهم ثلاثة شوف فما حاجات جات بالصدفة هنا. اه لانه وانا كنت باش نمثل في زوز مسلسلات بارك وقتها. مثلت دور صغير في نعورة الهواء اثنين. اه. دور ابو البراء. الاخواني ابو البراء. ومثلت الو في حكايات تونسية. شخصية شخت عليها برشة برشة. وانا في ليلة الشك ما كنتش باش نمثل. انا وقت عايتلي مجدي سميري باش اه ادارت اه ممثل. اه. فظروف صحية متاع احمد سنوسي الله هي رحمه. لا يعني. ما سمحت لهش باش يمثل. كان هو باش يمثل اه الشخصية اللي خدمتها انا بو اه بو شمس. اه. فمجدي قلي انتي قاعد ما انا هتبرر في معارشة بالمعاوية في الواحد دونك اعارف. في جمعاتها حصلوا انا صورت. وماناها كتمثيل جت بالصدفة ليلة الشك. انا في الكوتشينج بالاساس. بي? اه. والحاجة اللي هي عجبتني انا. عجبتني لاني زادة بكل تواضع. حبيت نوري انه مهوم ممثل. في ثلاثة اعمال في نفس السنة. تشوفوا. في وجه مختلف. في وجوه مختلفة. في وجوه مختلفة. اه. لانه احنا عنا ممثلين. محصورين في نوعية معاينة متاع الشخصية معاينة. يا المخرج يحصرهم في عاش كمنا. هكا. يا هو ما يلقاه السهولة يلقى روحه هكا الشخصية ذي كي يجدها واللي يحصرهم. انتي تحصرت في دور معاين. لا لا انا ما نتحصرش في دور معاين. وانا كي نلقى شخصية اه خدمتها وعايتولي على حاجة كيفة ما ما نخدمش. كيمة مثلا. اه? صارت لك? خاطر صارت لي بعد اه نجاح اه قدور. عايتولي في اه في 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 مسلسل والله نسيت اسم في 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 شخصية تشبه برشة للقدور. هكا هكا شوية هكا بسيط هكا والساذاجة وكل شيء. لا قلت لهم لا. هم بدل. قلت لا بطبيعة. انا ممثلا الحب ديما نظر في اه. وانا ممثلين القلائل 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 في تونس. اللي يتبدل. اللي يتبدل. شنو الدور اللي قعد ناقص لتوفيق العيب حبي يخدمه. لابا الادوار الكل مزلت ناقصة. طبعا. دور بطولة في مسلسل ما زال ناقص توفيق العيب. طبعا. وعليه? ما نعرفش. ما نعرفش. املت عني لي حتى شايرة. البطولة? حتى البطولة ولات مفهومها كما اناها معاش. ولات ثماش كونيك ببطوليات جماعية? بالضبط. بالضبط هذك علاش. همت. البطولة هذي اشياغ. لا يعنيك انك تكون في مسلسل البطل? لا 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 يعني. لا يعني. كما قلت لك هالخطر انا كي نحلم. نحلم بالكبيئة. مهم. ونبقى ديما عندي امل اني تنجم جيني فرصا هارون ولي عمشتك عالمي. لان عندي صديقي غسان مسعود. ممثل سوري صديق. اه. اه. وقت اللي جاتوا الفرصة مع رادلي سكوت في فيلم صلاحة الديل. اه. طواب انا في العالم هي وزاد مثل افلام اخرى وكلش اجاتوا في في عمر خمسين ولا حاجة كمين هك هجاتوا. مش مربطة بالعمر طبعا. نجم انتي خدمت في مسلسلات الحقيقة. وكي قيموا النقاط يقولوا المسلسلات هذه كانت عندها محتوى هادف. حديث على مقاومة الاستعمار. حديث على اه. على محطات مهمة في تاريخ تونس. الاعمال توا هل ترى ثم عمال خدمة على هذا المحتوى الهدف. اه. نجم تسمي لي اعمال. في الاعمال سنانية في السنة. في السنة. في السنة. هذه فما فما المايسطرو وفما الحرقة. عمي. عمي. عمل كوميدي كيفش تقيمها? بالعمل كوميدي. شفتو. آآ لا والله ما شفتوش. والله ما شفتوش. قالوا قالوا آآ ما انا سمعتها كلا. انتي تقول انو صرح مشكلة متع كتبك الكوبات. اي مشكلة متع كتب. اي بلاس. مالك بالحاج سناريس. تارفو? آآ شنو رأيك في كتاباتو? طبعت له شوية كتاباتو? شوية طبعت له شوية كتاباتو. آآ وهي الكتابات الزناج هي الكتابات الجماعية. في تونس خطر برفوع احيان يحب كل واحد يمقتلك. ماذا بيه المخرج يكتب هو. كتابت الشباب كيف ملك بالحاج صيف عمري غن. فما فما لا لا فما ناس عندهم هذو اللي يجبتلك عليهم. باهين اه. باهين. تجربة كانية مكانش باهية. رغم اللي نتبع فيه هنا طو. فما حلقات اقل اضعف من حلقات اخرى. فما حلقاتك تحس الممثلين الشيخين مع بعضهم. يفادكم بها. فاها شوية استسهال ما انا فهمت. وفما حلقات مكتوبة. باكتر اه برنامج متكامل في رمضانة. ثم اه اعمال ثم اه عروض اه في الايام هذي. يعطينا فكرة لها توفيق العالم. هل عم يتمشي. اه ولا انا اذا منها عنا نهار تسعتاش. عنا ليلة سميناها ليلة الارتجال. اه باش يكونوا اه فيها اه ممثلين اه كبار اه متاع تونس. باش يكونوا حاضرين. اه ما ما نحبش نسمي لاني نخاف اه ننساشي اه اسامي ولا حاجة. اه اه. ليلة الارتجال وقتاش بالضبط. نهار تسعتاش تسعة اه. تسعتاش? معنيها وبعد نهارين تقريبيبًا. نهار ثلاثة. نهار ثلاثة. وباش يرتجلو اه اخترناي لهم التام الموضوع اللي باش يرتجلوا عليه التونسي والتلفزة. التونسي والتلفزة? التونسي والتركزة. Halo. هذا موضوع الارتجال الذي باش يرتجلوا عليه. عنا ما انتفرجه. ماذا يحضروا. عنا لنهار واحد واحد وعشرين مسرحية وحدانية لغسان حفصية انتاج التياترو مع ليلة يوسفي عنا نهار 22 نهار الخميس 22 ياسر جرادي كل غناية وحكايتها وعنا نهار سبت 23 أفريل ليلة القصير خمسة أفلام قصيرة المخرجين توانسة يقدمها براهيم الطيف تحية لي غير مسرحية هذا ده كيف من انتاج بأكثر ستعرض غدوة بعد غدوة بذبت عنا مسرحية روح باش تعرض يوم 17 و18 في التياترو ويوم 19 في السليمانية اللي هي ما خلنا نخلو فيش تكنيك بتاعها كاملة روح مع فاطمة الفالحي اخراج خول الهادف مساعدة مخرج يسر قلعي انتاج بأكثر ستوديو غدوة وبعد غدوة في التياترو تسعة ونص تسعة ونص تسعة ونص بعد شقة الفترة كنت سعيد بحضورك معي طوفيق العايد أنا أسعد يعيشك إن شاء الله شكراً إن شاء الله خوار ما تعاد فيه سعى معاك تعاد فيه سعى بالفعل يعطيك الساعة ساعة من زمان مع طوفيق العيب تلقوها بعد على صفحتنا الرسمية شامسة فهم تخدوا بالفعل شامسة فهم بوان نت في سيت متانا وفي صفحتنا الرسمية بعد شوية سيناريست مالك بالحاج البلاس كان يما كان شو غيره من الأعمال بشيكون ضيفنا في الساعة الثانية يا طرطيني يا حماما